أصغر جهاز كومبيوتر محمول ممكن تشوفه بمواصفات عالية جدا جهاز كومبيوتر حجمه صغير جدا زي ما انتو شايفين تقريبا بحجم الكاف وفيه كل مكونات الكمبيوتر العادي رمات ومعالج وكارت شاشة اللي هنتكلم عن تفاصيلهم في الفيديو فيه كل المخارج اللي محتاجها من USB Type-C و Type-A مدخل A و X مدخلين RG HD DP وأكيد مدخل الباور من قدام زرار الباور وعلى جنب هتلاقي فتحة صغيرة خالص عشان تعمل ريستارت للجهاز وكمان في جوه مروحة تبريد قوية لتبريد الجهاز في الاستخدام التقيل وعلى الجنبين فتحات تهوية الجهاز من جوه نيجي لأهم التفاصيل وهي المواصفات بتاعته بالنسبة للمعالج بتاعه بيجي بمعالج AMD Ryzen 7 وده يعتبر معالج قوي جدا ينفع في الجيمينج والإديتينج والدزاين لأنه بيعالج بسرعة 4 نانو وفيه 8 أنوية وبيوصل لحد 5.1 جيجا هرتز تاني حاجة وهي كارت الشاشة أو الجرافيك كارد بيكون AMD Radeon 780M شغال ب12 نواة بتردد 2700 هرتز بالنسبة للرماد بتختلف على حسب النسخة اللي انت اشترتها فبتكون معاك من 16 لحد 32 بتوصل لحد 5600 هرتز المساحة نفس الشي على حسب النسخة اللي معاك من 512 لحد 2 تيرابايت بالنسبة للواي فاي الجهاز فيه واي فاي 6 وكمان بلوتوث 5.2 كل اللي عليك هتوصل للشاشة بالجهاز وتستخدمه زيه زي الكمبيوتر العادي خالص بس الفرق الحجم اللي هيسهل عليك كتير سواء لو عايز تنقله من مكان لمكان بتقدر تحط في الشنطة ومش هيبايقك بس كده ده كان باختصار شديد الجهاز GMK-K8 وكمان الجهاز متوفر بأحجام ومواصفات مختلفة زي الكي 5 والكي 6 والجي 2 اشتركوا في القناة